طيب إبراهيم المواجهة الكبيرة بين ديونيل ميسي من طرف وإمبابيه من طرف آخر هي مواجهة فردية فقط بين الاتنين ولا أنت شايف أنه التشكيلتين يقدروا يعملوا حاجة فيها زيما خلينا نقول أن ميسي وإمبابيه الاتنين متشابين في حاجة مهمة جدا وهي أدوارهم الدفاعي الاتنين يعتبر ما بيقوموش بأي دور دفاعي حتى إمبابيه وهو بيلعب على الجناح ما بيقومش بأي دور دفاعي واللي بيعود الدور بتاعه دايما هو جيرو نجيرو بيرجع لنص الملعب مع السلسل في نص الملعب وبيبدأ يرحل رابيو أو فوفان عشان يغطي وراء مبابيه في ناحية الشمال مع سيو هيرناندز ويقفل حتة دي اللي كانت في الأول مسببة أزمة لمنتخب فرنسا ناحية تانية ميسي برضو ما بيقومش بأي أدوار دفاعية تسكر دايما اللي بيرجع أول ما بيبقى الأرجنتين في حال الدفاع وعشان يبدأ يضغط على المنافس الفاريس بيقومسح بنفسه وراجع هو اللي يلعب في نص الملعب كرقم عشرة وميسي بيكون في مركز المهاجم ظاهريا لكن هو ما بيقومش بأي أدوار زي ما نقول ضغطة أو محاولة استرجاع الكرة لا هو يعني احنا معنا دلوقتي جدول لأكتر لعيبة مشت في كاس العالم تمشت في الملعب في كاس العالم ميسي هو أكتر لعب تمشى في الملعب في كاس العالم أكتر من الحراس نفسهم كان بيتمشى بمعدل حوالي 5 كيلو في المطش تمشيه في الملعب بس طبعا ميسي تمشيته مش زي ايه تمشيه يعني هو بيمشي يعمل سكاننج على الملعب كله بيشوف كل اللعب بيتحرك ازاي هو الجدول معنا هو ميسي فارق عن كل اللعيبة الباقية هو رقم واحد في اللعب يعني يمشي بيتمشي عما بيجريش يعني هو بيتمشى في الملعب هو ماشي بيتمشي في الملعب هو كده بيلعبنا على الواقف اه هو خمسة كيلو فيه معدل 5 كيلو كله مطش ميسي بيمشيهم من معدل حوالي ميسي يعني المعدل الجاري بتاعه في المطش 10 كيلو هو بيمشي منهم حوالي 5 كيلو مطش الرقم ده حلوة قاوشي سعوضح للناس معنا ان هو يمشي هو ميشي بس كان بيجري برضو يعني بشي يقول لكش ان هو كان بيتمشي هي بتحسب كعدد كيلو مترات اتحسبت عليه بس هو حالة الجاري واللأ يا ده السرعة معدل السرعة بتاعه ان هو ليلة جدا هو يعتبر يعني شبه بيتمشه في الملعب مش بيجري ميسي هو اكتر لايب في المباراة الواحدة بيعمل معدل انه بيبص حواليه ميسي في المباراة الواحدة معدل انه بيبص حواليه بيتخطس 650 مرة في المباراة الواحدة انه بيبص حواليه فميسي دايما مشهور بدا انه بيحاول يبص حواليه دايما يستكشف التحركات اللعيبة بتاعته الهايد ده يا أبراهيم والله خبرات كبيرة للميسي الميسي فعلا بي практи tout conforme بالخبرة بالضبط يعني تلاقيه هو فجأة تلاقيه ميس ناحية الليمين وهو ما بلعبش ناحية الليمين في الوقت اللي الكلام كله أنه يا جماعة العالم كرة دلوقتي كلها باعت أمور بدنية وقوة جثمانية هو بيجري في الوقت المناسب هو أنا مش بتاع جاري يا جماعة أنا أحضر لكم اللي عبده كله وأسجل وأصنع وأنا وقف مكان بالضبط فهو ميس ما بيعملش ما بيزلش مجهود خالص وسكلوني حمي وبشكل كبير أنه أنت ما تعملش بأي دور دفاعي أنا محتاجينك تجري في اللقطات الحاسمة تتحرك في المناطق اللي هتشوف فيها خلل في المنعبة هتبدأ تتحرك ناحيتها والفريق كله بيتحرك على الأساس ده ناحية تانية أمبابيه من أقل اللعيبة أو هو أقل لعب قام بتدخلات دفاعية كمعدل في كل مباراة 2 من 10 تدخل دفاعي بس في المباراة يعني بيقومش بأكتر من 2 من 10 تدخل دفاعي تدخل دفاعي ده تاكل أو انترسيبشن أو أي حاجة هو بس مجرد 2 من 10 بالتالي برضو مالوش أي دور دفاعي خالص من مبابيه فإحنا أصاد الاتنين اللعيبة الأصاد الاتنين اللعيبة ما بيقوموش بأي أدوار دفاعية بيعوضهم بوجود جيرو وبوجود الفريزن هم اللي قوموا بأدوارهم دي ويتواجدوا في نص الملعب المفارقة للاتنين موجودين يعني في نفس الناحية تقريبا معنا خريطة في أماكن استلامهم هم الاتنين في ناحية واحدة فالناحية دي هي اللي هتسبب أزمة نجيب الخريطة يقول عليها هتسبب أزمة شوية للمنتخبين إن إزاي يعوضوا الخريطة معنا الاتنين ميلين ناحية الليمين فإزاي هيعوض الاتنين المدربين إن الاتنين وهم بيستلموا في المناطق دي ما يتضربوش من ناحية دي على طول بهجمة مرتدة لو الكرة تقطعت هنا دايما لازم هيكون في حماية بلعب نص ملعب من هنا ولعب نص ملعب من هنا يحمون الاتنين اللعيبة لما يستلموا الملكرة فهي دي المفارقة والتشابة هل هنا في ناحية اتانية في أكونة وراء ملينون BIسي الآن في مولينا هنا بقى بيعواضوا اسكنوني باعوا إن دي بول ما بيعملش حاجة في الملعب غرنبي عورمسي يبقى مولينا اللي وراءه وكلها بقى بيقى ورازي ور pallias اسكنوني بيعواضها إزاي إن دي بول ما بيعاملش حاجة في الملعب غرنبي عورمسي ميسي يتحرك ناحية المين دي بقول واقف وراه ناحية تانية لأن فرنسا عانت كتير زي ما أنت بتقولي أنه ورا سيوهرناندز بس سيوهرناندز لوحده فلو عملت عليه زيادة عددية بيبقى في مشكلة وده حصل في ماتش استراليا فبيعوضوا بأن رابيو بيميل شوية ناحية الشمال أو فوفانا لما لقب بيميل ناحية الشمال عشان يغطي ورا مبابيب عظيم